في الدورة الرئيسية لباكالوريا هذا العام ولاية تاطوين تحقق غفزة نوعية من حيث نسبة النجاح وتقدم الجهة بعشر نقاط كاملة في ترتيب المندبيات الجهوية للتربية بعد أن ظلت لسنوات عديدة في المرتبة الأخيرة تحقق ذلك بفضل خطة جهوية تشاركية متعددة الأركان مجموعة من الأفكار انطلقت في البداية كانت فيها صعوبة ولكن تم تنفيذها على مستوى الجهة خاصة فيما يتعلق بمستويات الباكالوريا التي تتعلق بالمسابقة الجهوية للمواد المميزة التي أعطت تلامضة فرصة لكي يكونوا يتعاملوا مع الامتحانات الوطنية على غيرار امتحانات الباكالوريا كانت تم تحضير نفسي كبير برشة كيف تمام عمل كبير برشة قام به سد مدير مؤسسات تربوي بتنسيق مع الوسلة التربوية داخل المؤسسات هذا عمل نحب نأكد عليه وكان عمل تطوعي تحسن النتائج في جهة التطوين طبعا هذا نشجعه ونباركه خاصة على مستوى الترتيب وليس على مستوى النسبة العامة ولكن عموما هذا يمثل بالنسبة لهذه الجهة حافزا للعمل والبناء عليها في المستقبل تحسن النتائج المسجلة رفقه أيضا ارتفاع في عدد التلاميذ المتفوقين في مختلف الشعب ولسيما في المحد النموذجي بتطوين وغيره من المعهد تخدم كل يوم كل ماتيارات رجعها في نهارها ويزن تخدم ماتيارات كل مش كان الماتيارات الفرنسيباء صحيح ونكوى التركز بركة في الخدمة في وسط الدفوع وثيقة في النفس امتداد السنوات الدراسة لمشاء الله من الابتداء اللي الثانوي نشوفه صدقا يعمل في مجهود مجهود كبير وقت لي توجه في النهاية بالنجاح كما هذا يفرح والحمد لله وعلى اهمية ما تحقق من نتائج يبقى تطبيق تفاصيل الخطة الجهوية التربوية الفيصلة في الاستمرار اولنا والتقدم اكثر في السنوات المقبلة ترجمة نانسي قنقر